استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يدور نجيما أوبيانج مانج والوفد الوزرية المرافقة له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وخلال اللقاء سلم نائب رئيس غينيا الاستوائية رسالة من الرئيس أوبيانج نجيما رئيس غينيا الاستوائية للرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت الأعراب عن تقديره البالغ لمصر ووجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة غينيا الاستوائية وهو ما ثمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحبا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية مؤكدا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين وقد استعرض نائب رئيس غينيا الاستوائية في ذلك الإطار مجريات زيارته لمصر التي التقى خلالها برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادية والارتقاء بمساوى التبادل التجاري بين البلدين مشيدا بما شاهده من تقدم تنموي لافت في مصر بشكل يمثل إضافة حقيقية وملموسة لقدرات وإمكانات القرى الأفريقية وفي هذا الإطار أكد رئيس السيسي التزام مصر الكامل بمواصلة تعميق جميع أطر التعاون مع الأشقاء الأفريقى مشيرا إلى الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين بما يتيح للشركات المصرية العمل في المجالات ذات الأولوية لغينيا الاستوائية وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وإنشاء المدن والتجمعات العمرانية والطاقة وغيرها حيث أعرب نائب الرئيس الغني في هذا الصدد عن التطلع لنقل الخبرة المصرية المتميزة والمشهود لها عالميا في القضاء على التهاب الكابد فيروسي كما تناول اللقاء أيضا الأوضاع القرية والإقليمية حيث ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقف غينيا الاستوائية الداعمة للقضية الفلسطينية مستعرضا الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع بالقارة الإفريقية وجهود تعزيز السلم والأمن القاريين ما يدعم مسار التنمية الشاملة في القارة